موسيقى نشرة الأخبار مع غسان عدنان أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام بكل خير هذه نشرة أخبار المنتصف ونبدأها بأبرز ما فيها من علاوية شعب عراقي الكريم وسط جاذبات واجتهادات سياسية أفرزت الانتخابات الأخيرة يجب أن يطمن الجميع لن نسمح بأمنكم واستقراركم في مئوية الدولة العراقية رئيس الوزراء يدعو إلى الاعتراف بالأخطاء ويتعهد بعدم السماح بالمساس بأمن الشعب موسيقى السيسي يعد مئوية تأسيس الدولة العراقية امتدادا لحضارة عريقة وعن يبدي ثقته بقدرة البلد على استعادة أمجاده وتفعيل طاقاته موسيقى موسيقى مباحثات ولقاءات لرسم الخرطة السياسية الجديدة الكتلة الصدرية تؤكد على الأغلبية الوطنية وقوى ترفض وتتمسك بالتوافقية موسيقى بعد تساع ظاهرة التجاوزات النقل تبدأ حملات لرفعها عن خطوط سكك الحديدة ومواطنون يؤكدون دفعهم رسوم بلدية مقابل مخالفاتهم موسيقى وفي الأخبار العالمية واشنطن وثلاث دول أوروبية تبحث مفاوضات الملف النوبي الإيراني الجارية في فيينا وطهران تشترط رفع العقوبات قبل أي اتفاق جديد موسيقى أهلا بكم والبداية من الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية حيث أقيم في القصر الحكومي ببغداد احتفال رسمي كبير بمناسبة تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وشارك بالاحتفال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وعدد كبير من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية وأقيمت فعاليات فنية وثقافية عدتها وزارة الثقافة والسياحة والأثر تضمنت معارض فنية وأخرى للفلكلور العراقي وإقامة تمثيل لرمز العراق جدير بالذكر أنه جرى تأجيل احتفاليات مئوية الدولة العراقية التي تستذكر بتاريخ الثالث والعشرين من آب في العام 1921 وتتويج فيصل الأول ملكا على العراق وبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية قال رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي قال أن العراق بدأ يستعيد عافيته الكاملة ليحتل مكانته الطبيعية بإرادة شعبه الذاتية وأن جيران العراق وأشقاءه بدأوا يتفاعلون مع إرادة الشعب الحرة فيما أكد رئيس الوزراء في كلمته أنه بعد أيام سنشهد انسحاب كل القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي وذلك ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية أقول هذا إلى الشعب العراقي العظيم في كل مساحات الوطن والاختراب أيضا العراق بدأ يستعيد عافته الكاملة وتشفى جراحه تباعا وانهض من كبواته ليحتل مكانته الطبيعية بإرادة شعبه الذاتية جيراننا وإشقانا والعالم يتفاعل مع إرادتكم الحرة أنتم أنتم يستمع إلى صوتكم عراق النابل من عماقكم أنتم أهل العراق وأصحاب القرار فيه وأنتم الدولة بعد أيام نشهد أيضا انسحاب كافة القوات القتالية التحالف الدولي من العراق في نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي وسيكون دورها في مجال المشورة كدلالة على قدرات القوات العراقية البطلة بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار الشعب آن الأوان أن ننظر إلى دولتنا بموضوعية ونفتخر بمنجزاتها ونحترف بأخطائها وننظر إلى الأمام المتسلحين متسلحين بإرثنا وقدرات شعبنا لنكون إلى جانب الدول الناجحة شعبنا العاشق للدولة والمعادي لمن يعاديها وقف مع بلده في أخطر مرحلة مرة بها تاريخ العراق الحديث وعرفنا في كل خطوة خطوناها إننا كنا مخلصين كنا مخلصين له ولمستقبله أو فيها لأرضه حتى عندما كان البعض مارس حقه الطبيعي في نقلنا وعتابه فإنه كان وما زال ينتظر مننا الكثير ينتظر مننا ما يستحق وما يستحق العراقيون الكثير هذا وجه رئيس الوزراء رسالته إلى الشعب العراقي بأن الحكومة لن تسمح بالمساس بأمن العراقيين جراء التجاذبات السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية مؤكداً أن القوى السياسية الوطنية العراقية والتيارات الجديدة المستقلة حريصة على الوطن وأمنه شعب العراقي الكريم وسط التجاذبات واجتهادات سياسية أفرزتها الانتخابات الأخيرة يجب أن يطمن الجميع لن نسمح بأمنكم واستقراركم ورغم كل الخلافات والاجتهادات فإن القوى السياسية الوطنية العراقية والتيارات الجديدة والمستقلين والنخب هم أبناء هذا الوطن وهم حريصين عليه وعلى أمنه وأن الاختلاف في وجهات النظر والتوجهات تلاشى أمام إيمان الجميع بأن العراق هو مضلتنا وهو بيتنا الوحيد وأن العبث به خط أحمر على المستوى الشخصي أقدر عالياً كل التعاطف ورسالة اطمئنان وتضامن وصلتني بعد العملية الرهابية التي استهدفتني قبل أسابيع وأقول بهذا الصدد إن حياتي ليست بأغلى من حياة أي عراقي على امتداد الوطن ولكنه أيها الأعزاء طريق الدولة نعبده معاً بإرادة عراقية خالصة ونقية ومن أجله يسهل كل الصعار وترخص أمام عظمته أرواحنا في عام 1921 استعاد العراقيون سيادتهم من بريطانيا ويحتفون اليوم بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الدولة العراقية حيث شهدت البلاد خلال الأعوام المائة الماضية مراحل سياسية واقتصادية وأمنية مختلفة مائة عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة أعوام تمر على العراقين يتذكرون فيها مراحل سياسية واقتصادية وثقافية مختلفة ففي سنة 1921 عين فيصل الأول ملكاً على العراق عقب ثورة شعبية اندلعت عام 1920 أثمرت عن قرار بريطاني بمنح الاستقلال للعراق وتشكيل أول حكومة انتقالية برئاسة عبد الرحمن النقيب ليبدأ مشوار الدولة من الناحية الإدارية يسير باتجاه تشكيل الوزارات والمؤسسات في هذا اليوم المبارك يوم 11 كانون الأول 2021 نحتفي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة حيث اعتبره يوم تتويج الملك فيصل الأول في الحفلة الشهيرة التي تمت في بناية القشلة القريبة من هذا المكان هو اليوم الأول لولادة الكيان العراقي الجديد لا شك أنه كان العراق أبرز سياته وثبت سياته يوم 13 1936 عندما كان بيت المندوب السامي البريطاني حول إلى سفارة بريطانية فهنا اعترفت بريطانيا بالسيادة العراقية وكونها ارتفع موضوع الانتداب البريطاني وخلال هذا القرن المهم من تاريخ العراق بجميع أطيافه ملكية كانت أم جمهورية رسمت السنوات المائة الماضية أحداثا في أثاني العراقيين امتدت بتسلم ملك غازي الحكم عام 1933 ومرورا بفيصل الثاني ثم أعلانوا الجمهورية العراقية عام 1958 من قبل الجيش العراقي وما أثلته من أحداث ومتغيرات حتى اللحظة من يحتفي بمئة عام من عمر الدولة الحديثة بالتأكيد يمتلك إرثا وتراثا ممتدا وزاخرا وطويلة العراق هو مصدر الحضارات مصدر الأمم مسألة حامورابي اللي كانت فيها هذا يدللنا على أن أعرق الحضارات هي في بغداد وأعرق الحضارات هي في العراق تاريخ أعلن فيها العراق بأنه السباق في بناء المؤسسات وإرساء النظم السياسية وبناء الدولة الحديثة التي كانت منارة للمنطقة والعالم أجمع عباس نعم العراقي الإخبارية بغداد وفي إطار الأصداء العربية هناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة السيسي في تغريدة له على تويتر قال إن الأشقاء في العراق يحتفلون بمناسبة عزيزة على الأمة العربية بأسرها وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة مشيرا إلى أن هذا الحدث امتداد لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ وشهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل في العالم أجمع ومن جانبه أشاد الرئيس اللبناني ميشيل عون بمواقف الحكومة العراقية لدعم بلاده في مجال الطاقة وذلك قلال كلمته في احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية التي نظمتها السفارة العراقية في بيروت ووجه عون خطابه إلى الشعب العراقي قائلا إنه يشاركهم مشاعر العز والفخر وهم ينحدرون من أرض خصبة بتاريخها الحضاري وعراقة لتراثها ولمفكريها وأدبائها ومساهمتها الفرية في مسار الإنسانية وموضحا أن لبنان والعراق تربطهما علاقات أخوية وثيقة ضمن انتمائهما العربي وأعرب عون عن فقته بقدرة العراق على استعادة أمجاده وتفعيل طاقات شعبه والنهوض إلى أعلى المراتب التي يستحقها بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية نظمت السفارة العراقية في لبنان احتفالا كبيرا وجه خلاله رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون كلمة إلى العراق حكومة وشعبا مباركا المناسبة ومتمنيا لها المزيد من الازدهار والسلام فلتكن مئوية تأسيس دولة العراق بابا لمستقبل تصنعونه بأحلامكم الحية واتحاد إرادتكم وبيننا وبينكم مسيرة لن تنقطع وقودها المحبة وتبادل الاحترام أجتم وعاشة الأخوة اللبنانية العراقية جمع الاحتفال العديد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفنية والدينية من بلدان مختلفة أعربت جميعها عن فخرها بهذه الذكرى أحسب نفسي محظوظة حقيقة لأنني من ضمن الأحياء الذين شهدوا انتقال العراق من المئوية الأولى إلى المئوية الثانية هذا شيء لا يحصل لكل الناس شرف لألي مسل دولة رئيس المئاتي والحكومة اللبنانية بها المناسبة السعيدي اللي منتمنى أنه دايما تنعاد على الشعب العراقي والشعب اللبناني بالأحوال تكون دايما أفضل وبتحسن مستمر نحن الحقيقة ما بيسعنا بهذه المناسبة إلا أنه نرجع نعبر عن مدى العلاقة الوثيئة اللي بتربطنا بدولة العراق الشقيقة وبالشعب العراقي اللي هو أخ للشعب اللبناني إننا نحيي العراق رئيساً وحكومة وجيشاً وشعباً وكل المشؤولين داعين للعراق بالنصر الدائم والمؤذر ليكون دايماً في طريعة الدول في الأمة العربية عامة بيروت أطلقت أحر التحيات والأمنيات لبغداد ورسائل المتبادلة تحمل معها الكثير من الود والتطلع نحو أيام أفضل سالي قرفلي العراقية الإخبارية بدءاً من مهرجان بابل الدولي إلى افتتاح المعرض الدولي للكتاب يواصل العراق إقامة المهرجانات والفعاليات المتنوعة التي تضم بلداناً إقليمية ودولية فيما يرى أصحاب دور النشر العربية بأن أرض بغداد حاضنة للتظاهرة الثقافية العراق يستعيد دوره الثقافي في المحيط العربي كلمة ليست فقط من انتباه الجمهور الذي غصت أعداده في مدرجات العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في الأشهر الأخيرة خلال العام 2021 لكن ما هي أيضاً ملاحظة يدلي بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ضمن فعاليات افتتاح معرض كتاب العراق الذي تستمر فعالياته للأسبوعين المقبلين الفترات الأخيرة التي تمر بها العراق هي فترات مفتاح كبيرة جداً تدل على أن الشعب العراقي شعب متقف استطاع أن ينطلق إلى العالم واستطاع أن يحتضن العالم أيضاً اليوم هذا العرس الثقافي الذي نرى المهرجان اللي حولنا يدل على أن نستطيع أن نجتمع معاً في مكان واحد يعني أرض بغداد اليوم تجمع من سوريا من لبنان من الأردن الازدهار اللي صاري وهذا تجمعنا الجميل جعلنا أكثر تواصل بالثقافات ما بين بعضنا وهذا شيء يعني يشكر عليه العراق ومعرض بغداد اقتصاديون يرون في إصلاح العلاقات الدبلوماسية العراقية وانفتاح آفاق تعاونات اقتصادية مهدت السبلة إلى إيجاد متنفس ثقافي أخرى يوازي التطلعات المعرفية لأجيال مختلفة ليس بالجديد على أن العراق وخصوصاً مدينة بغداد العريقة تكون حاضنة لهذه التظاهرة الثقافية الواسعة والمتنوعة ولهذا الدور النشر القادمة من كل الأمصال العربية فرصة جيدة لانفتاح الآفاق بين البلد والبلد المجاورة العربية والأقليمية فرصة للتواصل المعرفي فرصة للتلاقي حتى الاجتماع بالتعارف على أصدقاء من مصر ولا لبنان ولا سوريا هذا كل عائد لمصلحة المثقفة أو طبق المثقفة في العراق ويتوقع استمرار الفعاليات الثقافية في مدن عراقية عدة بعد أن احتضن العديد منها هذه الفعاليات بين البصرة وكربلاء وبابل وبغداد إضافة إلى فعاليات فنية في مدن من إقليم كردستان استعادة العراق لعلاقاته الدولية مجدداً بحسب مراقبين تؤذن للشروع بانفتاح بوابة التواصل الثقافي والمعرفي والإنساني مع محيطه العربي كذلك وليس عبر عقد استثمارات اقتصادية مرتقبة من داخل معرض العراق الدولي للكتاب العاصمة بغداد لقناة العراقية الإخبارية صابرين كاظم في خدم المباحثات والحوارات لتشكيل التحالفات السياسية يتمسك السيد الصدر بخيار الأغلبية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة والخروج من الأزمات المزمنة وإنهاء حقبة المحاصصة والتوافقية خيار لا ترتضيه الكثير من القوى السياسية لكنه يلقى قبول الشارع وتأييده بعد سلسلة من الاحتجاجات لتقويم العملية السياسية تأخر عقد اللقاء المرتقب بين القوى الشيعية والسيد مقتدى الصدر في الحنانة بن نجف أثار علامات الاستفهام لدى الكثيرين وسط تصاعد حمى الانقسام السياسي واستقطاب المستقلين الحديث عن إرسال بعض قادة الكتل الشيعية ممثلين عنهم للقاء السيد الصدر لاستكمال مباحثات مستقبل العملية السياسية يتوقف على موافقة زعيم التيار الصدري على هذا المقترح في ظل رفضه المسبق تشكيل حكومة توافقية لا يزال سمحت السيد وأكد على قضية الأغلبية الوطنية وحتى حديثة عن اللقاء مع طرف الإطار يدعو الإطار أن يكون معه في حكومة الأغلبية سواء كان كلهم أو جزء منهم في كل حوال أنا لست متفاعل بشكل كبير بأن هذا اللقاء يؤدي إلى تشكيل حكومة شراكة بين الإطار وبين الأخوة الصدرين وسماحة السيد ومع التشضي الحاصلي داخل المكونات السياسية يرى مراقبون تعقد المشهد السياسي لصعوبة تمرير الرئاسات الثلاث قبل امتلاك أي من الأطراف المتنافسة نصف أعضاء البرلمان على أقل تقدير هل يستطيع التيار الصدري أن يكون مثلاً أن يجلب هذا العدد الكافي أنا أجد أنه هناك صعوبة لماذا؟ حتى الكتل الأخرى ليس من مصلحتها أن تختلف مع الجهة ما ثم إلى أي حد تستطيع أن تنسج مع التيار وفي الوقت الذي لا يستبعد فيه الكثيرون لقاء زعيمي تقدم وعزم وتحالفهما تواصل الأوساط السياسية ضغوطها على القوى الشيعية للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد قال وزير المالية علي عبد الامير علاوي إن الورق البيضاء لا ترتبط بأي مؤسسة أو شخصية بل هي قاعدة أساسية لمعالجة جزء من التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العراقي علاوي خلال استضافته في تقطية خاصة على الأخبارية أكد أن مالية البلد كادت أن تنهار العام الماضي لو لا بعض الإجراءات الإصلاحية التي عملت عليها الحكومة نظري هذا المشروع من الورق البيضاء ما متعلق به ولا متعلق بوزارة المالية ولا متعلق بحكومة الأستاذ مصطفى الكامل ضروري أن نجد فالطريقة أكو عليها فالقاعدة مشتركة قواس مشتركة مع كل الأطراف السياسية حتى نقدر ننطلق بالاقتصاد أكو مشاكل حقيقية بهذا الاقتصاد هذه المشاكل تطلب إصلاح جذري إصلاح جذري متكون من عدة جوانب ممكن أناقشك بهذا التفصيل لكن بسرعة عما لازم الناس تقتنع بأننا بالعراق بحاجة وحاجة ملحة إلى إصلاح جذري للنظام الإداري الاقتصادي بدونها ما راح نقدر نواجه التحديات اللي نشوفها كل يوم السنة الماضية سنة العشرين السنة الكريمة أقدر أقول اقتصادياً شفنا الموت صحيح يعني بالشهر التاسع والعشر أنا كنت أخشى لأنه سيصير فد انهيار كامل بمالية الدولة الحمد لله بعض التغييرات الصارت والسياسات الأخرى ما أعرف بوقتها كانت كل شثير جدل مثلاً تغيير سعر الصار وأيضاً ارتفاع سعر النفط ساعد نطعنا فرصة الآن لدينا فرصة جديدة أن نعالج المشاكل والتحديات الحقيقية التحديات الحقيقية جزء منها أقول جزء منها فقط تعالج بواسطة الورقة البيضاء جزء الآخر تطلّى برؤية جديدة لأننا هناك مشاكل تتراكم علينا الآن ومدى نواجهها بالجدية المطلوبة وبانين موقفنا على خلين نحل المشاكل السياسية نجاح كبير سجله العراق في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي كانت تمثل التحدي الأكبر أمام البلد في ذروة انتشار وباء كورونا فالحكومة بالاعتماد على الورقة البيضاء تمكنت من عبور هذا التحدي بعد تغطية العجز ورفع احتياطي البنك المركزي فيما تحدث اقتصاديون عن أن تلك الورقة وفي حال تطبيق تفاصيلها الإصلاحية سيتمكن العراق من تصفير ديونه الخارجية وتقليل نسب البطالة والفقر في العام الثاني على انطلاقها الحكومة تعلن نجاح الورقة الاصلاحية البيضاء بتجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي الذي سيكون كما تقول قاعدة للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي أصاب القطاعات الاقتصادية الانتاجية نجحت الورقة البيضاء في تخطية العجز وإعادة احتياطيات البنك المركزي على ما كانت عليه قبل جاعة كورونا إذا نجحت الورقة الاصلاحية التفصيلية في المرحلة القادمة لمعالجة المشاكل الججئية ووضع ايطار كل للاصلاح سنتمكن من تصفير الديون الخارجية ومن تقليل نسب البطالة والفقر في البيع العراقية ومن أبرز أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية المستدامة هو التوجه نحو جذب الاستثمارات وبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تطوير الزراعة والصناعة من خلال إعادة تشغيل المئات من المشاريع المتوقفة لو تتحقق كل الأمور التي انذكرت الورقة البيضاء وتنفذت هنا ودعمت الصناعة الصناعة اليوم من تشتغل سيصير استثمار سيصير نمو بالبلد لتشغيل أيدي عاملة وكانت الورقة الإصلاحية البيضاء قد انطلقت لتصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد تتضمن بنودا تشمل إصلاحات فورية وأخرى على المدى المتوسط تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات لتطبيقها أهدافها ومضامينها بحسب متخصصين ستكون خريطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد في البلاد علي الأحمد العراقي الأخبارية بغداد موسيقى بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري مع مجموعة من القيادات الأمنية أمن الحدود والمنافذ والابتزاز الإلكتروني وأكد المجتمعون على ضرورة إزالة المعاوقات لضمان تأمين حدود البلد وفرض السيطرة الكاملة على منافذه بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد قصفت الطائرات الحربية التركية عدة مناطق شمالية هوكا وسائل إعلام أكدت أن الطائرات التركية شنت صباحا يوم أمس غارة جوية على سلسلة جبل كارا المطل على قضاء العمادية شمالية هوكا مشيرة إلى أن الخسائر البشرية والمادية عن القصف التركي لم تعرف حتى الآن هذا وتستمر الانتهاكات التركية للأراضي العراقية بحجة محاربات عناصر حزب العمال الكردستاني واتهمهم بقتل ثلاثة جنود منهم وأدت هذه العملية إلى نزوح مئات الأسر في المناطق الشمالية بعد قصف العديد من المنازل في القرى الحدودية في غضون ذلك دعا سياسيون إلى التوجه نحو بوابة مجلس الأمن لإيقاف هذه الانتهاكات عملية عسكرية تقوم بها القوات التركية برا وجوا لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الحدود العراقية عقب قتلهم لثلاثة جنود أتراك العملية تسببت بدعر المدنيين ونزوح عدد كبير من القرى ما دفع إلى المطالبة بإبعاد المواطنين وممتلكاتهم عن العمليات العسكرية التركية التي تجري دون تنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية في بغداد وأربيل لا يوجد أي تنسيق بين الجانب التركي وحكومة تقليم كردستان في القصف الذي يستهدف المناطق الحدودية بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني وبالتأكيد أن هذه الهجمات الجوية أدت إلى نزوح العديد من أهالي القرى الحدودية وتسبب الكثير من المشاكل في الأملاك والأرواح مقاتلو حزب العمال الكردستاني يتخذون من جبال قنديل شمالية هوك مركزا لانطلاق عملياتهم باتجاه تركيا إلى جانب انتشار بعض مسلحيهم في قرى بمناطق جبلية متفرقة الأمر الذي يدفع تركيا إلى تنفيذ ضربات صاروخية ضدهم ما تسبب بخسائر مادية وبشرية قياديون كرد طالبوا بإلغاء الاتفاقية بين بغداد وأنقرة التي تتيح للأخيرة تواغل قواتها شمال العراق تركيا تعتكز على بعض الأمور أولا الاتفاق هناك مع النظام السابق لاجتياز الحدود بين الجانبين لملاحقة المعارضة تعتكز على هذه الاتفاقية كان من المفترض على الحكومة العراقية أن تلغي هذه الاتفاقية بشكل صريح وعلني ويطالب ناشطون في إقليم كردستان بالتحرك عبر بوابة مجلس الأمن الدولي لوقف التوغل التركي والعمليات العسكرية عقب ارتفاع الخسائر البشرية والمادية فيما يرى مراقبون أن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني مخالف للدستور العراقي الذي يمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد تمكنت القوة الجوية من استهداف تجمعات الإرهابي داعشة ضمن قاطع عمليات ديالة خلية العلام الأمني ذكرت أنها طائرة من طراز L-159 استهدفت ثلاثة تجمعات العصابات داعشة وذلك في سلسلة جبال حمرين في ديالة ولم تتحدث الخلية في بيانها عن حجم الخسائر التي لحقت بتلك العصابات الإرهابية مع تزايد أعداد حوادث القطارات باشرت وزارة النقل بإزالة التجاوزات على طول خط سكك الحديد في بغداد بعد سلسلة من الإنذارات وجهت للمتجاوزين فيما يتحدث مواطنون عن دفعهم رسومة بلدية مقابل تلك التجاوزات بعد سلسلة إنذارات بشأن رفع التجاوزات السكك الحديد تباشر بإزالة التجاوزات التي تعيق إنسيابية سير القطارات معارض للسيارات، منازل سكنية، محال تجارية، ورش متنوعة تقترب بمسافات تقل أحياناً عن متر واحد ما يعرض المتجاوزين لحوادث قد تودي بحياتهم أحياناً أو إعافة مدى الحياة البلدية تجي تستجبي من عندنا جباية، مال إعلان، ونظافة رصيف، وكل شي تأخذ من عندنا ومطين كل أمور الدولة مطيها، ومأجرين من الدولة إيجار أصولي بعد هسا ما أعرف هاي الحملة اللي طالع علينا، ما أعرف شنو الموضوحة حتى جاي أنوار البلدية دافع، وسكك دافع، وساد عليه الصبات وتجري تفلش لي هسا كنا راح تشتك بالقضاء السكك الحديد اتخذت إجراءاتها القانونية بحق المتجاوزين حفاظاً على المحرمات من جهة وأرواح المواطنين من جهة أخرى التنص المادة الثانية والأربعين من قانون العقوبات على ضرورة إزالة أي تجاوز على أملاك الدولة وعند امتناع المتجاوز يواجه أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات وحسب نوع التجاوز على التصميم الأساسي ما عدم أي عقود متجاوزين صارهم أكثر من عشر سنوات من نسبة لهم ما دافعنا أي أجر مثل وبلغناهم حضروا للدائرة وتمهم إعطاهم انذارات داخل الدائرة يجوا ممثل عنهم من قسم دولة المكاتب مالي لسيارات وما دفعونا أي أجر مثل قسم منهم دفع عن الفترات السابقة عقد ما موجد سنتر العاصمة عدة انذارات تم توجيهها لا إلا أنه عدم وجود استجابة نحن نهيب بقواتنا الأمنية المتواجدة الماسكة للأرض بضرورة فرض القانون في هذه المنطقة لنتمكن من تقديم الخدمة بواسطة القطارات إلى المسافر بعد مديريات البلديات وأكتاف الأنهر الأصفر يدخل إلى سكك القطار ومحرماتها ليزيل التجاوزات عنها حماية للمواطنين بالدرجة الأولى وإنفاذا لسيادة القانون من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية بعد أكثر من خمسة عقود على تشييده يشكو نفق ساحة التحرير وسط بغداد الإهمال إذ شوها نسيان مسؤولي أمانة العاصمة ملامح تلك المدينة العريقة التي أكلت دهر وشارب على معالمها دون الاهتمام بتطويرها ومنع اندثارها كل لكن فيه يشكو الإهمال ويتحسر على الحال الذي وصل إليه نفق ساحة التحرير الذي أنشئ في سبعينيات القرن الماضي ليكون دليلا على التطور العمراني آنذاك ومتنفسا لزائر ساحة الثورات والانتفاضات لكن مصيره الآن هو النسيان وعدم ادخار أمانة بغداد أي جهد لتأهيله حتى باتت هذه الأقفال ملازمة أبوابه سنوات طويلة هذا النفق الوحيد كان كهربائي يعني تنزل توقف بالدرجة ينزل لك كهرباء وتصعد منها كهرباء والنفق كان بيه محلات ساعات أغلبها وبعدين محلات حلاقة شوف الإزبالة مالته وشوف النفايات يعني حتى واحد ما يقدر يطب لهسه زين أنت سديته منه وسديته منه على شنو سديته شنو هو النفق شنو راد لي يعني شنو اللي راد يعني يعني المبالغ الفلوس وين رحت الفلوس حال النفقي لا يختلف عن حال نصب ساحة التحرير الذي تتساقط أجزاؤه باستمرار معاناة يتحدث عنها البغداديون والمختربون بأنها شوهت جمال هذه المدينة التي كانت في زمن ما موذجا للكثير من الدول شنو من نجي النفق التحرير يشهد الله يعني بدي لك بس تباوه علي يعني عن نظافة على هاي حس الآن أمانة بغداد يعني يشكل لك البوق المتراكم الشغلات يعني مساومات يعني هذا النفق شيء أثري إذا أريد نروح نتونس ونطلع نرفع عن نفسنا فنجحنا ساحة التحرير وللنفق والنفق كان يعني فتشي كل الجميل فتوقعت أنها استعمران بعد أفضل الحياة تصير أفضل بس نهائيا لا يكون تطور لا يكون أي خدمات ما موجودة وإهمال أمانة بغداد والإدارات المسؤولة على نظافة بغداد المفروض هي تتحمل المسؤولية لأن المواطن من يشوف الدولة تتعب فهو هيتعب أفضل من الدولة يصير هذا هو حال أيقونة بغداد نصب التحرير رغم رمزيته لكنه لا يزال يشكو الإهمال أما نفق التحرير فبات أشبه بمكب للنفايات السؤال هنا متى سيستفيق المسؤولون من سباتهم ويعيد لبغداد السلام جمال معالمها من داخل نفق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد حسن الفواز العراقية الإخبارية على الرغم من اكتمال تأهيل مستشفى تكريت التعليمي في صلاح الدين فإن تأخر تجهيزه بالأجهزة الطبية وقف عائقا أمام افتتاح هذا الصرح الصحي الذي من شأنه أن يقدم خدمات مهمة للأهالي في المحافظة على الرغم من اكمال اعمار مستشفى تكريت التعليمي ذو الأربعمائة سرير إلا أن تأخر افتتاح هذا الصرح الصحي الكبير جاء نتيجة عدم تزويده بالأجهزة الطبية مما تسبب بمعاناة أهالي تكريت والأغضية المجاورة مستشفى تكريت التعليمي مستشفى تعليمي ساعة أربعمائة واثمانين سرير يعتبر هذا المستشفى المستشفى الأكبر في المحافظة وكان في السابق طبعا المستشفى يغطي كل أقضية المحافظة والمحافظات المجاورة بعد الاكتمال ننتظر بانتظار تجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي المواطنون طالبوا وزارة الصحة وحكومة المحافظة بالإسراء بتجهيز المستشفى بما تحتاجه من معدات وأجهزة طبية حديثة وكوادر متخصصة لتوفير خدمات طبية متطورة لأهالي المحافظة نطالب بفتح هذه المستشفى لأننا بأمس الحاجة لهذه المستشفى في الوقت الحالي التي تم تأهيلها بالكامل مجرد هو تجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية وتجهيزها بالأسرة يعني حاليا متوقف الخدمات بهذه المستشفى وعدم افتتاحها لأن أكون قص بالأجهزة الطبية وبالأسرة يعني مستشفى تشبير يضم عدد أكثر من 400 سرير موقفينه بس على مدى الأجهزة الطبية فنناشد من كل المسؤولين والخيرين أن ينظرون إلى المستشفى تكريت التعليمي زخم كبير تشهده المستشفيات في مدينة تكريت ليأتي تأخر افتتاح مستشفى تكريت التعليمي ليزيد من معاناة المرضى والمراجعين للمؤسسات الصحية للقناة الإخبارية العراقية صالح سام الرائي صلاح الدين مع الشح المائي الذي يواجهه العراق يعاني قطع الزراعة من أزمة المياه التي تزامنت مع قلة الأمطار مما ينظر بتقليص نسبة الخطة الصيفية ويدفع هنا باتجاه تعذر زراعة الرز المحصول الذي تحتاج زراعته إلى كميات كبيرة من المياه الرز يضاف لقائمة المحاصيل المتضررة من شح المياه نتيجة انحسار الإطلاقات المائية من الجانبين التركي والإيراني لسيما أن هذا المحصول يحتاج لكميات مياه كبيرة وما متوافر منها مؤمل للاستخدام البشري ومياه الشرب وري القليل من البساتين لدينا مخاوف من أن تكون الخطة الصيفية أيضا هي الأخرى يتم تقليصها وخاصة المحاصيل الاستراتيجية اللي هو محصول الرز الذي يحتاج إلى نسبة مياه عالية وبالتالي نتمنى أن تكون هناك تفاوضات حتى نحصل على مستحقاتنا المائية المحاصيل الصيفية هي تشمل الذرة الصفراء وكذلك الرز والقطون وغيرها من المحاصيل الزيتية والباقلة وغيرها عدم التوصل إلى صيغة حل بين الدول المتشاطئة ينذر بتداعيات اقتصادية أولها فتح باب الاستيراد أمام عدد من المحاصيل الزراعية فحيثما توفرت المياه توفرت الزراعة ننصر للتعويض الاستيراد معض الحبوب من الرز ومن الحنطة والحبوب الأخرى لنعوض عن تعطل زراعة الأراضي هنا وهذه كلفة اقتصادية للعراق غير محسوب حسابها هذه العملية تكون منهكة لاقتصاد العراقي على حساب قضايا أخرى تتسرب عملة أخرى إضافية الخارج وزيد من المشاكل الفقر والبطالة بالداخل وتستبعد زراعة محصول الرز من خطة الزراعة البديلة التي تعتمد على مياه الآبار كونها لا تسد الحاجة الفعلية لري المحصول فضلا عن احتمالية خروجه من الخطة الزراعية المقبلة قلة الأمطار لهذا العام سبب آخر يضاف لأسباب تأثر الخطة الزراعية التي تقلصت إلى النصف ترجحات تشير إلى تقليصها أكثر في حال عدم التوصل لتفاهم مع دول المنبع سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد افتتح وزير النفط إحسان عبدالجبار محطة عزل الماء وحقنه في حقل البازرغان في محافظة ميسانا وزير النفط في تصريح خص به العراقية الإخبارية أكد أن العراق يستهدف الوصول إلى ثمانية ملايين برميل خلال عام الفين وثمانية وعشرين وأكثر من أربعة آلاف قدم مكعب قياسي لاستثمار الغاز خلال المرحلة المقبلة الوزارة تدعم جهود شركة النفط الوطنية وشركة نفط ميسان هي أحد الشركات المملوكة لشركة النفط الوطنية تدعم جهودها في الوصول إلى طاقة الإنتاج الذروة في كل حقولها وتدعم جهودها في استثمار كامل كمية الغاز الموجودة العراق يستهدف الوصول إلى ثمانية مليون برميل خلال الفترة وصولا إلى عام الفين واثمان وعشرين ويستهدف الوصول إلى أكثر من أربعة آلاف مليون قدم مكعب قياسي من استثمار الغاز خلال المرحلة المقبلة هدف وزارة النفط وشركة النفط الوطنية هو أن تحقق استثمار ما لا يقل عن ثمانين بالمئة من كمية الغاز قبل عام الفين وخمس وعشرين شهد الموقف الوبائي انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وذلك خلال ساعات الأربعة والعشرين الماضية وزارة الصحة أشارت إلى أنها سجلت مئتين وخمسين إصابة جديدة وست حالات وفاة في عموم البلد فيما أكدت تماثلها ستمائة وخمسة عشر شخصا للشفاء التام وفيما يخص موقف اللقاحات تواصل وزارة الصحة عمليات التطعيم بمراكزها المنتشرة ببغداد والمحافظات وبيانت الوزارة أنها أجرت سبعة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثا وأربعين عملية لقاح في يوم واحد موضحة أن المجموعة التراكمي لعملية التطعيم بلغ أكثر من سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألف هذا وتتزايد عدد المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولسيما هنا مع تسجيل العديد من دول الجوار إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون الملاكات الصحية دعت المواطنين إلى الإسراع بأخذ اللقاح لكونه يقلل من نسب الإصابة ويخفف أيضا من الأعراض ومتحوراته الحالية نحو مراكز اللقاحات واستعدادات واضحة لأخذ الجرعة الثالثة من قبل المواطنين ضد فيروس كورونا تسابق جعل من الطواقم الطبية تستنفر جهودها لتقديم الخدمة العلاجية تحسبا للمتحور الجديد الذي غزى بعض الدول المجاورة لاحظوا الفترة الأخيرة زياد الناس أقبلها عن اللقاحات كوننا المركز الرئيسي للقاحات بالإضافة إلى وجود جرعة ثالثة بالنسبة للقاح فيزر ندعو الناس إلى اللقاح لا يوجد داعي للخوف من المشاكل لا يوجد مشاكل للقاحات بالنسبة لفيروس كورونا المتحور أكيد فهو يقل من الإصابة وفي حال أنه صارت الإصابة فتكون نسبة قليلة يعني مو مثل ما إنسان مملقه بالعاكس تكون النسبة قليلة الآن حسب التعليمات الجديدة بدأنا بإعطاء جرعة الإضافية الثالثة بعد مرور ستة أشهر من آخر جرعة لحالات معينة مثل عاملين في مؤسسات صحية كبار السن قليل المناعة حسب الدراسات والدراسات العالمية يعني ممكن يفيد الحالات المتحورة ولكن لا توجد دراسات دقيقة لهذا الموضوع وفي تقييم للوضع من قبل وزارة الصحة واحتمالية دخول البلاد الموجة الرابعة يبدو أن التطعم باللقاح لا سيمة جرعة الثالثة التي ستكون في مواجهة الخطر وتقليل نسب الإصابات بين الملقحين جرعة الثالثة تقوينا أنا باعتبر من أصحاب الأمراض المزمنة أشوف أنه مصلحتي وحياتي أنه ألقح اللقاح الثالث فما أضطر أخذ كلام من الشارع أو كلام من الفيس فالخبير أو الدكتور المختص هو أضبط إقبال كبير تشهد مراكز اللقاحات بحسب وزارة الصحة التي حذرت أيضا من دخول المتحور الجديد كون العراق غير مستثنى من ظهور السلالة الجديدة على أراضيه من بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية عربيا ودوليا أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني ناجم ميقاتي أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد بيان لمكتب رئيس الحكومة قال إن ميقاتي شددها خلال لقائه مفتي الجمهورية على أن بلاده ستتجاوز الأزمة التي تمر بها وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية وخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ذلك ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني ناجم ميقاتي جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخليجية ميقاتي خلال تغريدة له عبر تويتر أشاد بجولة بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دولة مجلس التعاون والدول العربية أو دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية كافة ولبنان من ضمنها مشيرا إلى التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر إجراؤها الشهر الحالي إلى شهر شباطة من العام المقبل وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عمر بو شاحة قال إن اقتراح التأجيل بسبب الانسداد الذي يواجه العملية الانتخابية والذي حذر المجلس منه فضلا عن عدم بناء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية كذلك مشيرا إلى أنه من بين المرشحين للرئاسة شخصيات مرفوضة وأخرى مثيرة للجدل وكذلك شخصيات مطلوبة للقضاء الوطني والمحاكم الدولية إلى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا تأجيل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلاد المفوضية في بيان لها أكدت حاجتها إلى تبني بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية ولم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر تلك القائمة أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه في حال رفعت العقوبات المفروضة على بلاده فإنه سيتم التوصل إلى اتفاق جديد في المفوضات النووية وأوضح رئيسي أن العقوبات الأمريكية على إيران تستهدف الاقتصاد بشكل أساسي مشيرا إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية هي الإبقاء على هذه العقوبات واستراتيجية إيران هي تجاوز العقوبات بالاعتماد على إفشالها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن لدى طهران أنباء طيبة بشأن تحجيد فعالية العقوبات وتجاوزها في الأيام المقبلة وأضاف زادة في تصريحات صحفية أن بلاده تسعى إلى تحجيد العقوبات من أجل رفعها وفي الأيام المقبلة ستصدر أخبار سارة لتحجيد هذه العقوبات أي إيران مبينا أنه من خلال تعامل إيران مع عدد من دول المنطقة حققت انفراجات في القطاع المالي من جانبها قالت واشنطن أن وزير الخارجية إنتوني بلينكين عقد اجتماعا مثمرا مع نضرائه البريطاني والألماني والفرنسي لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نينت برايس أشار إلى أن الاجتماع بحث خلاله وزراء الخارجية خطة العمل الشامل المشتركة وذلك خلال المفاوضات الإيرانية النووية الجارية في فيينا مشيرا إلى أن المجتمعين اتخذوا عدة قرارات ستكشف خلال المدة المقبلة طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل الوزارة في بينها قالت أن سلطات الاحتلال تخطط لبناء مستوطنة جديدة جنوبية القدس مشيرا إلى أن الإجراءات الدولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وإلزامها بالانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية هذا وعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية المكلفة بشؤون أوروبا كارن دونفريد ستتوجه الأسبوع المقبل إلى أوكرانيا وروسيا لإجراء مباحثات تناقش الوضع على الحدود بين البلدين وأوضحت الخارجية أن دونفريد ستزور كييف وموسكو بين الاثنين والأربعاء للقاء مسؤولين حكوميين كبار وتعزيز التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها كذلك سلامة أراضيها وبدأ وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا في ليفر بول بشمال إنجلترا لإظهار وحدتهم في مواجهة المعتدين العالميين حسب وصفهم منددين بالمناورات الروسية عند الحدود الأوكرانية من جانبه قال رئيس الأوكراني فولو ديمير زيلانسكي قال إنه لا يستبعد أمكانية إجراء المحادثات المباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في دونباس وقال الرئيس الأوكراني إن فكرة لقائه مع الرئيس الروسي بهدف التواصل إلى حل للأزمة بين البلدين تحظى بدعم أوروبي وكذلك أمريكي مضيفا هنا أن الكثير من الدول تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب في شرق البلاد وشدد على ضرورة عدم المساس بدور رباعية النورماندي بوصفها مرجعية لحل هذه الأزمة أسفرت الأعاصير التي ضربت ولايات أمريكية عدة عن سبعين قتيل على الأقل في ولاية كنتاكي وحدها بحسب ما أفاد حاكمها أندي بيشير وأقل بيشير في مؤتمر صحفي أنه شبه متأكد بخسارة أكثر من خمسين من سكان الولاية وأن هذا العدد يتجاوز سبعين وقد يتجاوز مئة وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة فيما تناثرت قطبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع تاركة هنا وراءها واجهات منازل مدمرة هذه النشرة انتهت سنذكر بأبرز مكان فيها من عنوين في مئوية الدولة العراقية رئيس الوزراء يدعو إلى الاعتراف بالأخطاء ويتعهد بعدم السماح بالمساس بأمن الشعب السيسي يعد مئوية تأسيس الدولة العراقية امتدادا لحضرات عريقة وعن يبدي ثقته بقدرة البلد على استعادة أمجاده وتفعيل طاقاته مباحثات ولقاءات لرسم الخارطة السياسية الجديدة الكتلة الصدرية تؤكد على الاغلبية الوطنية وقوى ترفض وتتمسك بالتوافقية بعد اتساع ظاهرة التجاوزات النقل تبدأ حملات لرفعها عن خطوط سكاك الحديدة ومواطنون يؤكدون دفعهم رسومة بلدية مقابل مخالفتهم وكان في الاخبار الدولية العالمية واشنطن وثلاث دول اوروبية تبحث مفاوضات الملف النموبي الاراني الجارية في فيينا وتهران تشترط رفع العقوبات قبل اي اتفاق جديد نحترم لكم وفاء متابعة مشاهدين الى اللقاء اشتركوا في القناة